بسم الله الرحمن الرحيم هناخد مع بعض النهاردة امتحان الوحدة الاولى عن الدرس الاول والتاني لصف التاني السنوي القطعة طبعا زي ما انتم شايفين قدامنا قطعة سهلة مكتوب ماريون اي تان جنفاي ماريون بتكون فتاة فرانسيس فرنسي الابيطة مارسي يعني هي بتاسكم في مارسيليا افيك صفة مي مع اسرتها الفين فات دي جوزي هي بتعمل حفلة تانا كوريا او كلوب في النادي لو 20 جانبير 20 يناير او 18 ار في السيعة 7 السامسام الادرسة دي جانبير 20 يناير يعني هي وقياه الدعوات اى تود سيزامين لكل صديقاتيها الونسي دي جوزي هو محايا تانكارو لبوفيشيون الميهن أو الميهن سي لطايم دال موضوع بتاقل حفلة سيسيل فات دي جوزي يعني سيسيل سوفا تانكر ام في طيار سارة امبانبير و سارة في رجل اطفاء علي سان فلوريستا في باع زهور انوا شانتي احنا عان غني اونوا سمجي وسنالو سؤال الاولاني بيقول ماريون ايه ماريون بتكون طبعا ايروبيان على اساس ان هي طبعا هناخد رقم سيا على اساس ان هي فرنسي ماريون في لفات حتعمل النادي طبعا اوكلوب حناخد الاولانية في النادي المهن سي لتم انه موضوع دولافات الحفلة يبقى هناخد رقم دي اللي هي موضوع الحفلة في سؤال اللي بعده طبعا رقم اربعة ماريون ابيتة يعني ماريون بتسكن افيك سي بارون مع والدها هناخد رقم بي على اساس ان هي قلت بتسكن مع عائلتي في الجملة او سؤال رقم اتنين هو عبارة عن سؤال واحد بس وعليه له نقطتين تونمي او تون كوبا صديقك تديموند بيسألك لتيني رير عن وصف خط السير بورالير شلوي لزهاب عنده لزهاب عنده طيب خد بالك ان هو يقول وهو فيه غلطة صغيرة هنا المفروض انت تقول انت تقول طيب هاخد اول واحدة برون تون ساكا دو يعني اخد شنطتك مش نافعة فاخد رقم بي اللي هي برون لابريمير ري ادروات يعني اخد الشارع الاول يمينا وحناخد رقم دي اللي هي تور نو او تور وازينفو يعني استادر في الاشارة السالسة ده بالنسبة يبقى انا خدت رقم بي ورقم دي دول المناسبين بالنسبة في السؤال اللي هو قدامي طبعا هو عشان هو سؤال واحد في اجيب ان انا ركز كويس تعالوا بقى السؤال التالت برضو عليه تلت درجات اهو تلت درجات يبقى اربعة فوق واتنين يبقى ستة ستة وتلاتة قواعد ناخد بقى منهم مكتوب توجد طبعا هناخد دوريير لان التلاتة اللي بقيين عايزين حرف الجارع دو بعده طيب رقم اتنين يعني خط السير طبعا قط السير ده مذكر فهناخد رقم سي كالا في الرقم تلاتة اوستاد ان بيس لنازم بالاستاد في الاوتوبيس هناخد اللون الاخيرة صحيحة ولو حد ان اخد ففا برضو تعتبر صحيحة ازا بالاستاد في الاوتوبيس المفروض كان يبقى اختياري واحد بس صح تعالوا الايميل بقى والموضوع عليهم ستة درجات تلاتة وتلاتة طبعا الايميل هجاوب على السؤالين دول بس هما سؤالين اتنين كيف يكون حية بعد ما اكتب سالي اكتب الي موديرن اي كالم وبعد كده حقول اليكوى دون تون كارتير ماذا يوجد في حيك فحقول طبعا اليا دي لسي اليا دي زي كول اليا دي ميزي ايه وهكذا يعني حقول اليا واعدة اكتر من حاجة هكتب الموضوع من 15 ل 20 كلمة وهو صديقك طبعا زهب الى النادي ومعرفش السكة وانت بتصف له خط السير فحتبدأ بوصف خط السير طبعا دي كري لو اتيني رير ووصف خط السير وهتستعمل فيرب طورني وبروندر ولوبان طبعا طورني اجوش مسلا استادر يمين برون لابريمير ري خود الشارع الاول يسارا اه اعبر الكبري يبقى انا بحط اكتر من جملة وطبعا بحدد عن هو مديني ثلاث كلمات انا بشتغل عليهم وبزود جملة او اتنين من عندي انا بحيث ان تبقى الجمل بالنسبة لي كاملة وانا عارف الجمل اللي قدامي شكلها ايه هنا هنحل المتحان صف الاول المتحان بسيط وسهل هو مكون من اربع درجات على القطعة القطعة عليها اربع درجات هناخد بنا مناه الجمل بسيطة جي مابيل فرح هناسمي فرح جي كنزون عندي خمستاشر سنة جي سويزي ليور لسي انا تلميزة في المدرسة السنوي جي تروى كوبين عندي تلات صديقات اريق انجي اي سارا اريقا كاتورزون يعني اريقا عندها اربع تاشر سنة انجي اكنزون انجي عندها خمستاشر سنة اي سارا اصيزون صارا عندها ستاشر سنة نوزا بتو او كير نحن ناسكم في القاهرة القطعة بسيطة وسهلة عندنا فرح طبعا هناخد رقم سي اللي هي سي بريزونت اي بريزونت سي كوبا يعني بتقدم نفسها وبتقدم اصدقائها في الجملة التانية سارا اي سارا بتكون لفرح سارا بتكون اي الفرح فهي طبعا لكوبيندو فرح يعني صديقة اي فرح فهناخد طبعا رقم بي رقم بي ناخد بنا كويس في رقم ثلاثة لكاتر في الاربع بنات صون بيكونوا طبعا الاربع بنات كوبين صديقات زميلات يعني انجي ا انجي عندها طبعا قلنا كانزون خمستاشر سنة على حسب ما بصينا طبعا في القطعة ولقينا ان مكتوب انجي اكنزون يعني عندها خمستاشر سنة السؤال رقم اتنين هو عبارة عن موقفين كل موقف فيه اربع نقاط بحيس ان انا كل موقف فيه خمس عناصر وانا هاختار اختيارين يبقى كل موقف فيه خمس عناصر وانا هاختار اتنين يبقى اتنين في اتنين بيساوي اربع عندنا بالنسبة للمواقع سؤال اولا اني بالنسبة للمواقع بيقولك تون كوبا صديقك تيديموندو بيسألك عن عمرك الدي هو هيقولك يبقى انا عاو السؤال على العمر بس هاختار اختيارين اول حاجة طبعا اللي هي توناج سيكوا اللي هي رقم سي توناج سيكوا رقم سي اللي بعدها هتبقى كليه توناج اللي هي اخر واحدة رقم او كليه توناج يعني ما عمرك في السؤال الثاني تيتي بريزونتا تون بروفوسير يعني انت بتقدم نفسك لمدرسك تيدي انت بتقول هتقول جيموبيل محمد جي كانزون يعني انا اسمي محمد عندي خمستاشر سانة او هتقول الجملة التانية بالضبط اللي قصدها اللي هي موا سي علي موا سي علي يعني انه انا علي جسوي جبسي طبعا في الجمل دي بتختار جمل عن نفسك انت بعد كده سؤال اختياري السؤال الاختياري عليها اربع نقاط في اربع ronاصر انت بتختار نقاط واحدة من كل عنصر من العناصر اللي قداما ممبير والدي علي والدي في نقاط وبعدها علي باختار سابيل طبعا دابير بسابيل ليه يبقى ممبير هنا بتخذو الضمير إيه إلي يبقى ممبير سابيل علي يعني والدي يسمى علي في الجملة الثانية مكتوب صفا يعني كيف حالك كومون صفا كومون صفا كيف حالك بحطر الاخير في الجملة الرقم ثلاثة مون بروفوسير مدرسي ها مي سالوي يعني بيحييني مي سالوي طبعا هختار الفعل ما تصرف مع الضمير مون بروفوسير لو مدرسي المي دي بونجور يعني بيقول لي صباح الخير الجملة اللي بعدها سي زوي انها زوي اين كوبين صديقة او رفيقة زميلة يعني بعد كده سؤال ايميل بس سؤالين صغيرين حي جاوب عليهم بيقول لي كومون صابيل تونكوبا ما اسم صديقك يبقى ايه صابيل مثلا علي فريد كيلاجي لا ما عمره يبقى الى كانزه يعني هو عنده خمستاشر سنة يبقى كده فهمنا الامتحان سهل وبسيط مش محتاج مننا مكوت كتير بس نعرف كلماتنا كويس مرسي بروفو او رووار